أهلا بكم في استعراض الأحداث والمصطلحات الاقتصادية في إكاديمية تعليم التداول للمستثمرين مصطلح اليوم هو المناقضة المناقض هو المستثمر الذي يحاول تحقيق الربح من خلال الانحراف عن الحكمة التقليدية أو القطيع عموما الفراضية الأساسية وراء أسلوب استثمار المناقضة هو أن السوق أو الحاشد يميل إلى المبالغة في رد الفعل على المعلومات على المدى القصير وهذا يسبب ارتفاع أو تراجع الأسعار بشكل مبالغ فيه ويتيح للمستثمرين الخبراء تحقيق الربح يذهب تجار المناقضة في اتجاه غير باقي كل التجار فهم يقومون بالشراء عندما يقوم الجميع بالبيع ويقومون بالبيع عندما يقوم الجميع بالشراء والنتيجة هي أن تجار المناقضة غالبا ما يشترون الأصل الرخيص الذي يمتنع الجميع عن شرائه ويبيعون الأصل الذي يسعى الجميع للحصول عليه ويبحث تجار المناقضة في كثير من الأحيان عن الأسهم التي تكون فيها نسبة السعر إلى الأرباح منخفضة في الواقع لا يوجد فارق كبير بين الاستثمار في القيمة والعديد من أشكال الاستثمار المضاربة استراتيجيات المناقضة الشعبية في مؤشر داو يقوم بموجبها المستثمرين بشراء الأسهم ذات العوائد الأعلى في مؤشر داو جونز الصناعي تذكر الأسهم تدفع عادة أرباح عالية نسبيا وعادة ما يكون سعر السهم منخفض نسبيا حتى ياطي عوائد أرباح مرتفعة عندما يرتفع سعر أي من أسهم المستثمر بشكل كبير بأي ثقب حيث أن السهم لم يعد في المراكز العشرة الأولى يقوم المستثمر ببيعه والحصول على مكاسب ومن المهم أن نلاحظ أن استثمار المضاربة يعمل في كثير من الأحيان بشكل أفضل بالنسبة للمستثمرين الذين حللوا بدقة أساسية الشركة التي يستثمرون فيها قد تختبر الشركات التي تعمل فيها فرق إدارة قوية وفيها منتجات مبتكرة كفاءة في عمليات وهو مش ربح جيدة في كثير من الأحيان فترات من عدم الشعبية اشتركوا في القناة